اشتركوا في القناة ولم يكن مسترسلة ولم يكن ناعمة كما أنه كان صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف أجل الجبهة في جبينه أو في جبهته صلى الله عليه وسلم عرق يدره الغضب إذا غضب في ذات الله انتلأ هذا العرق دما كان أزج الحواجب في غير قرن أشم الأنف طويل أشفار العينين ضليع الفم أي كبير الفم مهذب الأسنان كث اللحية الشيب فيه ندرة صلى الله وسلم عليه وأكثر شيبي في صدغيه الأيمن والأيسر في صدغيه شيب منه وفي أكثر وأكثر شيبي أسفل شفته السفلة في أنفقته هنا صلى الله وسلم عليه عريض المنكبين كأن عنقه إبريق فضة من وحدة نحره عليه الصلاة والسلام إلى أسفل سرته شعر ممتد ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره جاء الرغاة بنعته بقوله دقيق المسربة وهذا معنى دقيق المسربة صلوات الله وسلامه عليه إذا أشار أشار بيده كلها وإذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله وعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أنه كان إذا تعجب من شيء عظ على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه من رآه من بعيد هابه ومن رآه من قريب أحبه يقول علي رضي الله عنه لم أرى قبله ولا بعده أفضل منه صلوات الله وسلامه عليه ونحن على ما قال علي من صدقين المؤمنين فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمدي ضخم الكراديس أي عظام المفاصل إذا مشى يمشي يتكفأ تكفوا كأنه يتكي على أمشاط قدميه أكثر مما يتكي على كعبيه عاش عليه الصلاة والسلام ثلاثة وستين عاما أربعون عاما منها قبل أن ينبأ ثم أنبأ بيقرأ وأرسل بالمدثر وتوفي على رأسي ثلاثة وستين سنة من عمره الشريف الطاهر صلوات الله وسلامه عليه عاش منا ثلاثة عشر عاما نبيا ورسولا في مكة يدعو إلى الله ويجاهد في الله حق جهاده وضع على جسدي صلى الله على ظهري عليه الصلاة والسلام وهو ساجد سل الجزور هو يوم ذاك وقد كان من قبل وما زال أفضل الخلق عند الله جل وعلا ومع ذلك بقي ساجد حتى علمت فاطمة فحملت سل الجزور عن أبيها وهو عند الله في المنزلة العالية والدرجة الرفيعة والمقام الجليل صلوات الله وسلامه عليه اللهم صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن منجما في ثلاثة وعشرين عاما لم يخاطبه الله جل وعلا في القرآن كله باسمه الصريح ليس في القرآن يا محمد إنما في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول كل ذلك من دلائل مقامه وجليل شرفه وعلو منزلته عند ربي تبارك وتعالى عرج به كما بينا إلى سدرة المنتهى ثم عاد في نفس الليلة ثم بعد ثلاث سنين أو أكثر أو أقل هاجر إلى المدينة فمكن الله له هناك وأقام دولة الإسلام فكذا صلى الله عليه وسلم في المدينة عشر سنين جاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده شج رأسه يوم أحد وسال الدم على وجهه وكسرت رباعية وهو يقول وينظر إلى قريش كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وهو يدعوهم إلى الله صلوات الله وسلامه عليه في العام العاشر أدلنا في الناس أنه عليه الصلاة والسلام عازم على الحج فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته فأنزل الله عليه في يوم عرفها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة فعلم أن الأجل قد قاربه فأخذ يودع الناس ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ثم رجع إلى المدينة بعد أن أكمل نسوكه وتم حجه ففي أوائل شهر ربيع من ذلك العام أصيئب صلى الله عليه وسلم بصداعه ودخل على عائشة ويتقول وارساه قال بل أنا وارساه ثم أخذ يشكو المرض حتى حانت ساعة لفات في يوم الاثنين من شهر ربيع دخل عليه أسامة بن زيد يسأله أن يدعو له فرفع يديه يدعو دون أن يظهر صوتا وهو سيد الفصحى وإمام البلغة ثم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر في الساعات الأخيرة وفي يد عبد الرحمن سواك فأخذ يحدق النظر في عبد الرحمن في السواك كأنه يريده ففهمت عائشة الصديقة من تصديق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت السواك وقضمته وطيبته وعطته لنبي الله عليه الصلاة والسلام فاستاك في الساعات الأخيرة قبل أن تفيض روحه إلى ربي تبارك وتعالى ثم جاءه الملك يخيره فسمعته عائشة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى قالها ثلاثة ثم مالت يده وضاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه هذا على وجه الأجمال أيها الأخوة المبارك وأيها الإخوة والأخوات المباركون سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم نبذة عن وصره ممن علق الله جل وعلا حب قلوبنا بحبه بعد حب الله تبارك وتعالى فنحن نحبه لأن الله اختاره واصطفاه واشتباه والله جل وعلا يقول والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فهو عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين ونبي الأميين وأفضل أهل الأرض وأفضل أهل السماء صلوات الله وسلامه عليه قال شوقي ونعم ما قال ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم لما رنى حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحتها وكتمت السر في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي يا لائمي في هواه والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تنمي إلى أن قال يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتميمي جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجيات ولا في الأينق الرسمي حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم هذا على وجه الإجمال نبي الرب الكبير المتعال نبينا صلوات الله وسلامه عليه وأكرر أسهل الله أن يثبتنا في الدنيا على دينه وسنته وأن يحشرنا يوم القامة في زماته اللهم آمين